أعزائي طلاب الصف الخامس الابتدائي يسر قسم اللغة العربية أن يقدم لكم درساً جديداً من سلسلة دروس التعلم عن بعد لمادة اللغة العربية عنوان الدرس تصيدة بلادي الجزء الرابع والأخير أتوقع من طالب النجيب في نهاية هذا الدرس أن يقرأ القصيدة قراءة جهرية صحيحة معبرة مراعياً للإيقاع الصوتي وأن يستنتج أهمية الإيقاع الصوتي في القصيدة الشعرية وأخيراً أن يوظف مهاراته النحوية السابقة للإجابة عن الأسئلة فهيا بنا عزيز الطالب قبل أن نبدأ درسنا ما رأيك أن نراجع الأفكار الرئيسة للقصيدة مراجعة سريعة حيث استخرجناها في الأجزاء السابقة حسناً نبدأ بالمقطع الأول وفكرته الرئيسة أحسنت حب الشاعر لوطنه يفوق حبه لأي شيء آخر المقطع الثاني وفكرته الرئيسة رائع صفات المرؤة متمثلة في أهل بلادي وأخيراً المقطع الثالث وفكرته الرئيسة ممتاز اعتقاد الشاعر أن كل شيء في بلاده هو الأفضل هيا بنا ننطلق إلى الجزء الرابع والأخير من الدرس وقبل أن نبدأ بقراءة القصيدة نذكرك عزيز الطالب بمعايير إلقاء القصيدة إلقاء سليماً معبراً عن المعنى ومراعياً الإيقاع الموسيقي للقصيدة والآن أطلب منك أن تفتح كتابك على الصفحة التاسعة والثلاثين وتستمع لقراءة معلمك للقصيدة قراءة جهرية تراعي الإيقاع الموسيقي للقصيدة فهيا بنا إني مررت على الرياض الحالية وسمعت أن غام الطيور الشادية فطربت لكن لم يحب فؤادية كطيور أرضي أو زهور بلادي وقرأت أوصاف المروءة في السير فظننتها شيئاً تلاشى واندثر أو أنها كالغول ليس لها أثر فإذا المروءة في رجال بلادي قالوا أليس الحسن في كل الدنى فعلى ما لم تمدح سواها موطنا فأجبتهم إني أحب الأحسن أبداً وأحسن ما رأيت بلادي أوقف المقطع ثم اقرأ القصيدة محاكياً قراءة المعلم هل أنهيت القراءة؟ أشكرك عزيز الطالب ركزنا في الأجزاء السابقة على معاني القصيدة من حيث الأفكار والمفردات والدلالات أما اليوم فسنركز على القصيدة من ناحية اللفظ وسنعرف كيف بنى الشاعر قصيدته وما أبرز عوامل الإيقاع التي وظفها لتخرج القصيدة بهذا الشكل تنبض موسيقى وتفيض عذوبة فأطلب منك أن تفكر في الأسئلة الآتية وتحاول الإجابة عنها هل جاءت مطاطع القصيدة على شكل أبيات شعرية؟ أم أسطر شعرية؟ فكر جيداً أحسنت، أسمعك تقول جاءت المقاطع الثلاث على شكل أسطر شعرية موزعة بشكل عمودي كل مقطع منها يحوي أربعة أسطر هل بنى الشاعر نهاية أسطر قصيدته على حرف واحد؟ أم اختلف الحرف من مقطع لآخر؟ أتيح لك الفرصة لتفكر ممتاز لم يبني الشاعر قصيدته كاملة على حرف واحد وإنما تنوعت الحروف التي تنتهي بها الأسطر الشعرية ففي المقطع الأول مثلاً انتهت الأسطر الثلاث الأولى بحرف الهاء مع ملاحظة أن التاء المربوطة يوقف عليها هاء عند تسكينها كما في كلمتي الحالية والشادية وفي المقطع الثاني انتهت الأسطر الثلاث الأولى بحرف أحسنت بحرف الراء الساكنة وفي المقطع الثالث انتهت الأسطر الثلاث الأولى بحرف رائع بحرف النون الممدود بالألف ما فائدة تكرار الحرف الأخير في نهاية أسطر كل مقطع في القصيدة أحسنت يعطي الشعر نغمة موسيقية رائعة وإيقاعاً موسيقياً متميزاً ما أكثر كلمة تكررت في القصيدة؟ وما دلالة ذلك؟ أعطيك الفرصة لتبحث في القصيدة هل أنهيت البحث؟ أحسنت الكلمة هي بلادي حيث تكررت ثلاث مرات في نهاية كل مقطع وهذا يدل على شدة تعلق الشاعر ببلده حيث بقي مستحضراً هذه الكلمة في كل مراحل بناء قصيدته والآن عزيز الطالب ما رأيك أن نلخص ما درسناه في الشريحة السابقة؟ حسناً تكونت القصيدة من مقاطع شعرية جاءت القصيدة على شكل أسطر شعرية تكرر الحرف الأخير في نهاية كل سطر شعري في المقطع وأخيراً تكررت كلمة بلادي في نهاية كل مقطع شعري والآن لعلك تعرف عزيز الطالب أن الشعر والموسيقى أمران متلازمان فالموسيقى عنصر جوهري في الشعر حتى قيل إن الشعر موسيقى ذات أفكار وهذا ما يميز الشعر عن النثر والسؤال الآن بالاعتماد على ما تم شرحه من أين تأتي الموسيقى في الشعر؟ أحسنت تأتي الموسيقى في الشعر من أكثر من جهة ستدرسها في مرحلة متقدمة ويكفي الآن أن تعرف أن الإيقاع الصوتي في القصيدة يعطينا الموسيقى ومن أمثلته أحسنت تكرار الحرف الأخير في نهاية كل سطر أو بيت شعري عزيز الطالب أطلب منك أن توقف المقطع وتفتح كتابك وتجيب عن هذه الأسئلة بنفسك ثم لا تنسى أن تتحقق من إجابتك أترك لك فرصة الإجابة عن السؤال السابع لتجيب عنه من وحي إبداعك ولا تنسى عزيز الطالب توضيح السبب فقد يكون سبب إعجابك المعاني الجميلة أو الألفاظ المعبرة أو العواطف الجياشة أو الموسيقى الشعرية إلى آخر ذلك من الأسباب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر